اهلا ومرحبا بكم مع اخبار رياضة خطف نادي الفيصل صدارة الترتيب العام للدوري الاردني لكرة القدم والمرحلة الحادية عشر بعد فوزه على البقعة قبل قليل بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد اما في المباراة الثانية فحقق الصريح فوزا مهما على الحسين اربد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد حددت لجنة المسابقات يوم العشرين من الشهر الجاري موعدا لإقامة مباريات الاياب من الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاردن لموسم الفين وخمسة عشر و الفين وستة عشر جاء هذا القرار خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة برئاسة السيد سليم خير نائب رئيس اللجنة وحضور الامينة العامة للاتحاد فادي ازرقات واكد ازرقات ان الاتحاد يتفهم تماما قرارات توصية اللجنة بتحديد يوم العشرين من الشهر الجاري موعدا لإقامة مباريات كأس الاردن وخاصة فيما يتعلق بتوفير العدالة لكافة الفرق وخاصة في ظل دخولها بمرحلة قيد اللاعبين خلال مرحلتي الذهب والاياب بالفعل المحاولات المتكررة افضلية منحها اشرف الخلالة في الاقتل ماضية ضعف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قيمة الجائزة المالية لبطال دور ابطال اسيا وكأس الاتحاد الاسيوي اعتبارا من نسخة المقبلة للبطولتين واصبحت جائزة المركز الاول لبطولة دور ابطال اسيا ثلاثة ملايين دولار بدلا من مليون دولار ونصف فيما سينال بطل كأس الاتحاد الاسيوي مبلغ مليون دولار بعد ان كان يتقاضى ثلاثمائة وخمسين الف دولار الجديد بالذكر ان الوحدات يشارك في الدور التمهيدي لدور ابطال اسيا والفيصلي والجزيرة في حال تأهل الوحدات سيلعبان في كأس الاتحاد الاسيوي ابقت محكمة التحكيم الرياضي اليوم عقوبة الاقافة لمدة تصل الى تسعين يوما عن ممرسة اي نشاط كروي بحق رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدمة الفرنسي ميشيل بلاتيني بسبب حصوله على دفع مشبوهة من رئيس الاتحاد الدولي المستقيل والموقوف في القضية ذاتها السويسرية جوزيف بلاتير ويعتبر الحكم ضربة جديدة لبلاتيني الذي ستصدر غرفة الحكم التابعة للجنة الاخلاق في الاتحاد الدولي حكمها النهائي في قضيته قبل عيد الميلاد وذلك بعد الاستماع اليه ولبلتر في الثامن عشر من الشهر الحالي اعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدمة اليوم رسميا استبعده لنادي ريال مدريد من كأس الملك لكرة القدم بداعي اشراكه للاعب موقوف في مباراة ذهاب الدور 32 امام فريق قدش ولعبت شيرتشيف في المباراة التي فاز بها ريال مدريد بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد على قدش في الدور الرابع من المسابقة رغم ان اللاعب موقوف عن اللاعب في هذه المسابقة بعدما تحصل على ثلاثة انذرات في الموسم الماضي اثناء اعارته لفريق فياريال وذكرت مصادر صحفية بان اللجنة المسؤولة عن المسابقة بالاتحاد قد ايدت شكوى قدش على عدم جواز مشاركة تشيرتشيف في المباراة قال المدرب الالماني يورغن كلوبانا ليفر بول يبحث عن اعادة هيكله لبرنامج تأهيل المهاجم المصابة دانيال ستورديج بعد احدث اصابة تعرض لها في محاولة الابقاء عليه حتى نهاية هذا الموسم وغاب ستورديج عن مواجهة الخميس امام مضيفه سيونس ويسري في الدوري الاوروبي بعد اصابته في عضلات الفخد بعدما نزل بديلا في الشوط الثاني من مباراة نيوكاسل يوم الاحد الماضي وعبر كلوبانا للصحفيين عن اسفه للأصابات المتكررة التي يتعرض لها اللاعب كونه يعتبر احد اهم الركائز في الفريق في الفترة الحالية التي يتعرض لها كل ما يتعرض لها موسيقى موسيقى